هذا النبي لم يسلم من ألسنة الناس قالوا عنه ساحر قالوا شاعر قالوا مجنون أفتظن بعدها أنك ستسلم من ألسنة الناس؟ كلا إذن إذا أردت أن تقدر ذاتك فلا تجعل آراء الناس فيك أحكاما إذا أردت أن تكون شخصية قوية لازم تفرق بين الواقع والحقيقة من جهة الواقع والحقيقة هذه كفة وآراء الناس فيك آراء الناس يجب أن لا تجعلها قاعدة ولا قائدة وإنما يجعلها لك دليلا يحركك إيش معناها؟ يعني آراء الناس لا تجعلها أحكام عليك يعني يجي واحد يقول أنت ما تصلح أنت ما فيك ولا خصلة طيبة أنت لست ملقيا جيدا ولا متحدثا بارعا أنت ما تصلح للهندسة أنت يقولك ما تصلح للطب فتبقى على تقلبات الناس قالوك ما تصلح للطب فتغير التخصص رحت للهندسة قالك واحد أنت بتجابك للهندسة فجالس تتغير وفق آراء الناس وما يقوله الناس عنك إذن آراء الناس استفد منها لكن لا تجعلها قاعدة هي ليست قاعدة حياة موت أو كتاب منزل وكذلك لا تجعلها قائدة توجه كيمين ويصار وإنما يمكن أن تجعل آراء الناس قائدة ربما في حال واحدة إذا تواتر حديث الناس عنك في صفة معينة يعني إذا الناس زكوك في فعل معين وكثر الحديث عنك في هذه الصفة يعني الكل يجمع أنك إنسان خلوق لو قالها لك واحد لا تغتر بهذه الكلمة لكن لو تواتر عند الناس أنك خلوق ونبيل وجميل فأنت كذلك كذلك في صفات سيئة يقولها ربما مرء عنك إنسان عابر أو حتى إنسان يعرفك لكن هو واحد فقط وسط هؤلاء العشرات والآلاف والمئات هنا لا تجعلها قاعدة ولا تجعلها قائدة هنا أنت لا يمكن أن تسكت أفواها الناس لكن يمكن أن تضع الكرسفة في أذنيك يعني يمكن أن تضع القطن في أذنيك حتى لا تسمع